إعلاميات يتحدثن عن تجاربهن وتحديات وإشكاليات مررن بها ضمن المؤتمر الرابع لمؤسسة فلسطينيات مؤتمر عقد بين رامالله وغزة في ذات التوقيت لبحث واقع الصحفيات وأزمة المؤسسات والأطوء الصحفية الفلسطينية في فرصة للإعلاميات لإعلاء صوتهن وللحديث عن همومهن مؤتمر الإعلاميات يتحدث أن هو أوسع مساحة تشاركية للإعلاميات الفلسطينيات بالعادة هم كانوا يدعوا إلى المؤتمرات من أجل الحضور أو من أجل التوطية العام الماضي لم يشهد تمثيل سوى ثلاث إعلاميات على مستوى المؤتمرات التي عقدت والمتعلقة بالإعلام ولكن هذه المرة أتى دور الإعلاميات ليكونوا هم المتحدثات يعبروا عن ذواتهم يعبروا عن قضاياهم يعبروا عن أبرز المشاكل والتحديات التي يعانين منها المؤتمر نجح بطرح عدة قضايا تمس بشكل مباشر واقع الصحفيات ويوميات عملهن فكل جلسة ونقطة حوار ومساءلة كانت تهدف لتعزيز الهدف الرئيسي وهو تمكين الإعلاميات من القيام بدورهن الحقيقي وتفعيل أدوارهن بشكل أقوى في النقابة والكتل والأطر الصحفية وصولا للمشاركة الفاعلة في صناعة المشهد الإعلامي أسباب عزوف اللي هو صحفيات عن الانتساب لهذه الكتل والأطر الصحفية كانت هدف للورقة تبعتي أننا نحصل لحل جدري وليس بس مجرد أنه أنا أطرح أطرح كلامه وبالنهاية ما يكون فيه تطبيق على أرض الواقع وكنت بتمنى يعني يكون في هذه الجلسة أن يكون كل كافة الأطر وأن يقابع في دورهم وتواجدهم لا يعرفوا مطالبنا ما هي الحقيقية ويكون فيه تحرك على أرض الواقع عقد هكذا مؤتمر وبشكل دوري سيبقي هذه المنصة بوابة للحديث المعمق والطرح الجدي لقضايا الإعلاميات ولاستشراق مستقبلهن مؤتمر الإعلاميات يتحدث استطاع أن يوحد شمل الإعلاميات تحت سقف واحد للحديث عن أبرز التحديات والإشكاليات ولكنه يبقى المساحة التشاركية الأقوى للتأكيد من خلالها على بقائهن واستمرارهن في مهنة المتاعب لفضايا النجاح تغريد العمور قطاع غزة اشتركوا في القناة